والعلوم الذين هي الأساس والمطرح وهو لم يعرف الكتاب ولا القراءة أمي لا تعرف شيئا وفي أمة أمي لا تعرف شيئا من هذه العلوم والمعارف التي جاء فيها قال الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في معرض الحديث عن أهل الكتاب في سورة عن كبوت وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَأُولَاءَ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ وَمَا يَجْحِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون أي لو كنت يا رسول الله تتلو من قبله من كتاب أو كنت كاتبا تخط ذلك الكتاب أو الكتب بيمينك لارتاب المبطلون فقالوا نقله من الكتب السابقة أو جلس على تأليفه وجمعه وتنقيحه وصياغته لكن لا هذا ولا ذاك حصل إنما هو من عالم الغيب ومن الله عز وجل ومن وجوه إعجازه تلك البلاغة والفصاحة فما لا ريب فيه القرآن الكريم بوصفه كتاب هدى للناس أجمعين على سنام الظروة من الفصاحة والبلاغة وفي المكان الذي لا يستطيع البشر مهما قوة من بلاغه وبيان أن يرقوا إلى مستواه شهد بذلك الصديق والعدو والمؤمن والكاثر ولقد تحدى القرآن أيضا فصاحة العرب بل الناس أجمعين أن يأتوا بسورة بمثله أو بمثل عشر الصور منه أو بمثل سورة منه فما وجد منهم معارض علما بأن العرب كانوا يفتخرون على الناس بفصاحتهم وبلاغتهم ويعتزون بمهارتهم في ألسنتهم ويعقدون المجالس وأسواقا لنقد الشعر والنثر فيما بينهم ولا يرتضون لأنفسهم لأنفسهم أن يمر عليهم أن يمر عليهم من تحدي من نوع تلك المهارات الخاصة بهم دون أن يقابلوه بمعارضة أو نقد وكانت تأخذهم الأنف والعزة والعصبية ومع كل ذلك رأيناهم بعد التحدي اللاذع لم يحركوا ساكنا في معارضة القرآن ونقده بل دخلوا بسببه في دين الله أفواجه وكان مبلغ نقد ناقدهم العدو الحاقد أن يقول عنه سحر أو شعر وليس هذا من النقد في شيء بل هو إقرار بعظمته وسموه وهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن سبق في التاريخ الإسلامي إن كان المصباح المشع الذي أضاء للغة العربية الطريق للوصول إلى فنون المعاني والبيان والبديع ثم تسابق الباحثون في إبراز إعجاز القرآن البلاغي وإبداعه البياني وروائع تصويره الفني وما تزال مجالات البحث فيه متسعة لكل باحث بصير وبلاغة القرآن المعجزة التي تتجلى في أربعة أمور الأمر الأول إن اللفظ القرآني في مفرداته وتراكيبه في مقام الذروة من الفصاحة والبلاغة والبيان الأمر الثاني إن الأساليب القرآنية المختارة للدلالة على المعاني المرادة بالذات هي أروع الأساليب وأجملها وأكملها وأحكمها في مقام الذروة من الابتكار والإبداعي وجمال التصوير الأمر الثالث أن المعاني القرآنية المرادة بالذات في مقام الذروة من الإبداع والجمال والكمال والمطابقة لحال مهمة الرسالة مع الصدق فيها وموافقة الحق الواقع وإستيفائها لكل ما يضمن المصلحة والسعادة للناس أفرادا وجماعات وشعوبا وحكومات الأمر الرابع أن النصوص القرآنية مكافئة لمعانيها المنقات لإسلوب الدلالة ومطابقة المعانيها المرادة بالذات دون زيادة ولا نقصان ولكنها بحسب إيجازها وعمقها تحتاج بحثا وتأمل الباحثين المتدبرين على مدى الوجود الإنسان في الأرض ومعلوم أنه كلما ازداد شرف الألفاظ وإبداع الإسلوب ورورنق المعاني المطابقة بين اللفظ والمعنى المنقى لذلك الإسلوب للدلالة والمطابقة بين هذا المعنى الإسلوبية وبين المعنى المراد في أصل الدلالة كان الكلام أبلغ وأتم وأحكم والقرآن الكريم في كل هذا قد ارتقى ذروة السنام التي لا يستطيع أن يرقى إلى مستوها أنسو ولا جام ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا فهو قد استقصى في روائع آياته مختلف وجوه الفصاحة العربية مع جزالة اللفظ وعذوبته وسموه معناه واستجمع أروع الصور البيانية وجسد الصور المعنوية بلوحات بديعة فنية معجزة من روائع الألفاظ وجمع المعاني الكثيرة الجليلة في ألفاظ عذبة يسيرة مطابقة للمعاني المرادة لا نقص فيها ولا خلل ولم تنزل آية من آياته عن مقام ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان وبين هذه المنزلة الرفيعة لمختلف وجوه الكمال والجمال والإبداع وبين أرفع المستويات الإنسانية البلاغية فرق شاسع لابد أن تنتبه لكل معنى من معاني القرآن ولذلك العلماء عندما يدرسون يدرسون لغة القرآن ليفهموا هل إن هذا حكم هل إن هذا وعد هل إن هذا محكم هل إن هذا متشابه ما هو تلك الأحكام حتى يستنبطون من الأحكام حكما ليبلغوه للناس ولذلك نأتي إلى المعجزة الثانية ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في القرآن الكريم ما هوها؟ ما هي تلك المعجزة؟ المعجزة العظيمة وهو الإسراء بجسده وروحه في ليلة واحدة من مكة إلى القدس ليريه الله من آياته قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم أيها الإخوة سوف نأتيكم بعد قليل إن شاء الله تعالى تشعبت الطرق وزادت الخيارات وارتفعت وتيرة التساؤلات نتحاور نتساءل نجتهد نستضيف أصحاب الاختصاص لنقترب من الطريق القصير نحو رحلة آمنة في عالم الإسراء